بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء على موقع وقناة هوس التكنولوجيا في هذا الفيديو بإذن الله سنتعرف على كيفية ربط قناة التليجرام في مجموعة التليجرام فكما تشاهدون أمامكم هذه قناة اسمها Education Mania ولدي مجموعة أيضا باسم Education Mania Group عندما أقوم بأن نشر في المجموعة فأنني أنشر باسم حسابي الشخصي ومثلا لو وضعت أي رسالة أو أي أيقونة فأن هذه الرسالة ستظهر باسمي أنا باسم حسابي لكن أنا أريد أن تظهر باسم قناتي أي أن القناة هي التي تنشر في المجموعة فلاحظ هنا سأكتب هذه الرسالة ثم أضغط Enter ثم أنتقل إلى المجموعة فكما تلاحظ تم إضافة هذه الرسالة باسم المجموعة لو نقرت على أيقونة القناة فسنتقل بك التليجرام إلى قناة التليجرام ولو حذفت الرسالة من هنا سيتم حذفها أيضا من مجموعة التليجرام سأقوم بحذف هذه الرسالة حتى لا أسبب إزعاج للأضاء سنذهب إلى إعدادات المجموعة طبعا الطريقة من أن أستخدم الحاسوب ويمكنك استخدام الهاتف نفس الطريقة على الهاتف وعلى الحاسوب سنذهب إلى Manage Channel ثم نختار خيار النقاش إن كنت تستخدم اللغة العربية ستظهر العبارة باسم مناقشة أو نقاش ولمستخدمي اللغة الإنجليزية ستضغط على الأمر Discussion ثم ستضيف المجموعة هنا سألغي الربط وأعيد من جديد سأذهب إلى الإعدادات Manage Channel ثم نضغط على Add Group وهنا ستظهر المجموعات التي أنا مشرف فيها لدي مجموعة واحدة فقط أنا مشرف فيها سأضغط عليها هنا ستظهر رسالة تأكيد نعم سأختار Link Group ثم Save الآن للتأكد نعود إلى Manage Channel ثم Add Discussion ونلاحظ أن المجموعة مضافة أيضا هناك ميزة أخرى ستستفيد منها وهي عند الدخول إلى القناة ستظهر لك هنا رسالة Discussion مناقشة ستنتقل بك إلى المجموعة إن أردت إرسال رسالة أو الاستفسار عن أي شيء تريده لكن أنا لا تظهر هنا لأنني مشرف في هذه القناة فهي لا تظهر أمامي أما الأعضاء العاديين سيظهر لهم زر مناقشة وبالضغط عليه سينتقل إلى المجموعة بذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الفيديو نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة